أهلا بكم معايا وطلاب الصف الثالث الإعدادي ودرس جديد من دروس النحو إن شاء الله النهاردة الجزء الثاني من درس المنادة خدنا المرة اللي فاتت المنادة المعرب النهاردة المنادة المبني المنادة المبني قلنا يا أولاد أنه بيشمل حاجتين المنادة النكرة المقصودة فيه نكرة فيه منادة نكرة غير مقصودة ده الخاصة من بالمنادة المعرب؟ هنا عندنا المنادة المبني منادة نكرة مقصودة والعلم المفرد طيب إيه هو المنادة النكرة المقصودة؟ هو ما قصد به نداء شخص معين تتوجه إليه بحديثك وحده يعني إيه الكلام ده؟ إن أنا بأصد أنادي على شخص معين وبوجه كلام ليه هو الوحد ومش لللي حواليه ويبنى على ما يرفع به يعني بقول مبني على العلم اللي هو بيرفع بيها وبعد كده هقول في محل نصب نشوف مع بعض من خلال الأمثلة يبقى المنادة النكرة المقصودة إن بأصد بالنداء بتاعي ده شخص معين النكرة المقصودة بأصد شخص بنادي على حد شخص معين وبخصه بالكلام بتاعي مش قصدي اللي حواليه ويبنى على ما يرفع به يعني علامة رفعه بقول مبني عليها وبعد كده أقول فيه محل نصب نشوف الأمثلة يا طالبو اجدهد أداة النداء هنا مين يا ولاد؟ يا طالبو لاحظوا إن ما فيش تنوين المنادة النكرة المقصودة مش منون يعني ما قلش يا طالبو لا يا طالبو اجدهد أين المنادة طالبو اعربو ايه؟ طبعا منادة علامة رفعه ايه؟ ده منادة ايه؟ مرفوع أقول منادة مبني على الايه؟ على الضم في محل نصب علامة رفعه الضم يبقى أقول منادة مبني على الضم في محل نصب طيب أي عماله أتقنوا عملكم؟ ونقول كمان حكم أولاد بيبنى على ما يرفع به زي ما قلنا يعني علامة رفعه أقول مبني عليها هنا مثلا الضم أو المبني على الضم في محل نصب لازم أقول في محل نصب أي عماله؟ أين أداته للنداء؟ أي عماله هي المنادة طبعا حكمه بيبنى على ما يرفع به علامة رفعه هنا ايه أولاد؟ الضم أو المنادة مبني على الضم في محل نصب يا ولداني اجتهد في تربية الأولاد طبعا أداة النداء يا المنادة ولداني طبعا ده يا أولاد مثنى والمثنى بيرفع بإيه بالألف يبقى قول منادة مبني على الألف ما احنا بنقول بيوبنا على ما يرفع به مبني على الألف في محل نصب ليه؟ ليه قلت عليه مبني على الألف لأنه مثنى لأن احنا عارفين إن المثنى بيرفع بالألف أيا مهندسون اعملوا بجد أيا دي طبعا إيه أداة النداء مهندسون منادة ماله طبعا إحنا شايفين إن هو جمع مذكر سالم والمجامع المذكر السالم بيرفع بإيه؟ برافو بالواو يبقى قول إيه منادة مبني على الواو فيه ما ننساش فيه محل نصب فيه محل نصب وأقول لأنه جمع إيه مذكر سالم هيا طالباته اجتهدنا في المذاكرة أين أداة النداء؟ هيا طالباته منادة ماله مبني على إيه أولاد؟ على الضم في محل نصب ليه؟ لأنه من لأنه إيه؟ جمع مؤنس سالم بعد كده بيقول لي استخرج المنادة مما يأتي وبين علامة بنائه يعني مبني على إيه؟ إحنا قلنا علامة بنائه بتكون اللي هي اللي بيرفع بيها يا شاهداني فين المنادة؟ برافو شاهداني علامة بنائه إيه؟ مش ده مثنة؟ يبقى مرفوع بالألف يبقى هقول منادة ماله مبني على الألف فيه محل نصب يبقى علامة بنائه إيه؟ الألف نيجي اللي بعد كده يا قضاته أنصفوا المظلومة أين المنادة؟ برافو الكلمة اللي جات بعد أداة النداء قضاته طبعا إحنا شايفين إن علامة الإعراب إيه؟ الضم لا علامة الإعراب الضم يبقى منادة ماله ده المنادة علامة بنائه إيه؟ مبني على الضم طيب خذوا جوائزكم يا فائزون أنا ماليش دعوه في الجملة كلها غير بمين المنادة؟ من المنادة اللي بيجي بعد أداة النداء يا فائزون عندي واو يبقى ده جمع إيه؟ مذكر سالم يبقى أين المنادة؟ فائزون علامة بنائه إيه؟ بنائه إيه؟ مبني على الواو برافو طيب يا مسافراته تأهبنا للسفري أين المنادة؟ مسافراته وقعد تنzwنوها هي مسافراته مش مسافراته منادة علامة بنائه إيه؟ الضم قدامنا إهيه؟ طبعاً هو جمع مؤنس سالم وجمع المؤنس السالم بيرفع بإيه؟ بالضمة هنا بقى يا أولاد بيقول لي أنه هو هيعمل لي مقارنة علشان يفرق بين المنادة النكرة المقصودة اللي هو خاص بالنوع التاني من أنواع النداء المنادة المبني وبين النوع الأولاني اللي هو المنادة المعرب اللي هو النكرة بس غير المقصودة هنعرف الفرق الفرق بسيط جداً علشان برضو ما نتلخبط شيء النكرة المنادة المقصودة نكرة بيقصد بها زي ما قلنا إيه نداء شخص بعينه نداء شخص معين شخص محدد قدامي أنا أصده تتوجه إليه بحديث تتوجه بحديثك إليه وحده أنا بأصد الشخص اللي وقف قدامه هناك ده مش قصد اللي حواليه ده مين؟ ده النكرة المقصودة يبقى أنا بنادي بالنكرة بس أنا أصده حد معين قدامي زي يا طالبه اجتهد أنا أقصد طالبا بعينه أنا عاوز الولد اللي قدامي ده اللي بنادي عليه عرفاه و بوجهه له الكلام بنصحه بإيه؟ بالاجتهاد ده نكرة مقصودة نجي للنكرة غير المقصودة لا أنا مش قصده بها حد معين أنا قصده بها أي حد بيتصف بالحاجة اللي أنا بقولها يعني أقول يا طالبا أنا مش بنادي على طالب معين أنا بنادي على أي طالب يسمعني يبقى هي نكرة لا يقصد بها نداء شخص معين بخلاف مين؟ المقصودة زي إيه؟ يا طالبا اجتهد يا طالبا اجتهد أنا بكلم أي طالب يعني أي طالب هيسمعني؟ يسمع مني النصيحة إن هو يجتهد مش محددة ده غير النكرة المقصودة فأنت لا تقصد طالباً بعينه وإنما تنادي كل من ينطبق عليه وصف إيه طالب العلامة التانية يبقى أول علامة أنا بقصد شخص معين يبقى ده نكرة مقصودة طيب بنادي على أي حد بيتصف بالصفة بتاعة الطالب أو تاجر أو كده نكرة غير مقصودة إيه كمان علامة تانية إن النكرة المقصودة المنادى النكرة المقصودة ما بينوانش زي ما قلت لكم أقول يا طالب وش يا طالب إنما المنادى النكرة غير المقصودة بتاع المنادى المعرب لازم ينوان في المنادى النكرة المقصودة أقول يا عامل أتقن عملك طيب لو نكرة غير مقصودة يا عاملاً أتقن عملك هنا استخدمت التنوين طيب حكم المنادى النكرة غير المقصودة إيه إنه بيبنى على ما يرفع به يعني علامة رفع الإسم اللي جاء بعد أداة النداء هتكون دي العلامة اللي هيبنى عليها عندي مثلا عامله دي علامة الضم هي يبقى أقول منادة مبنى على الضم في محل نصب طيب يا عاملا بعربه إيه بقى اللي هو النكرة غير المقصودة المنادة النكرة غير المقصودة لا ده على طول أقول منصوب معرب منصوب نيجي بقى يا أولاد للنوع الثاني من المنادة المبنى إحنا خدنا الأولين هو اللي هو النكرة المقصودة النوع الثاني اللي هو العلم المفرد إيه هو المنادة العلم المفرد هو ما كان كلمة واحدة هو ما كان كلمة عبارة عن كلمة واحدة ليس مضافاً مش مضاف لحاجة ولا شبيهاً بالمضاف ولا شبيه بالمضاف وقد يكون اسمه شخص أو بلد بيبنى على ما يرفع به زي من؟ زي النوع الأولاني من المنادة النكرة غير المقصودة النوع الأولاني من المنادة المبني يبقى المنادة المبني كله بيبنى على حكمه واحد بيبنى على ما يرفع به لكن مختلف بس في المعنى نقول تاني العلم المفرد عبارة عن كلمة واحدة بس لا هي مضاف ولا شبيب المضاف وممكن يكون اسم شخص اسم بلد هو علم زي ما احنا عارفين ويبنى على ما يرفع به نفس النكرة المقصودة نشوف أمثلة يا علي أقبل نراحز ما فيش تنوين برضه هو نفس الفكرة بس ده علم يا علي بس لا مضاف ولا شبيب المضاف يا علي أقبل أين أداة النداء؟ يا برافو علي ده طبعا مين؟ المنادة حكمه إيه؟ يبنى على ما يرفع به أعريبه إيه؟ أقول منادة مبنى على الضم قدامه مبنى على الضم في محل النصب أي محمداني اجتهد أين أداة النداء؟ أي محمداني ده مسنة هيبنى على ما يرفع به يعني هو بيرفع بإن مسنة؟ برافو بالألف يبقى أقول منادة مبنى على الألف في محل نصب أخالدون إسعوا في طلب العلم خالدون ده طبعا إيه؟ جمع مذكر سالم أين أداة النداء؟ طبعا الهمزة خالدون منادة مبنى على الإيه؟ برافو مبنى على الواو في محل النصب لأنه جمع مذكر سالم أيا فاطماتو تمسكنا بالحق أين أداة النداء؟ أيا فاطماتو ده المنادة منادة ماله مبنى على الضم في محل ها نصب ليه؟ لأنه جمع مؤنى سالم هنا سؤال سريع بيقول لي استخرج المنادة في ما يلي وبين علامة بنائه يا عادل أطع والديك ها أين المنادة؟ برافو عادل اللي جات بعد أداة النداء علامة بنائه إيه؟ الضم يا خالداني أسريعة أسريعة أين أداة؟ أين المنادة؟ خالداني علامة بنائه إيه؟ الآلف لأنه مثنى يا عائشات اجتهدنا أين المنادة؟ عائشاته علامة بنائه إيه؟ الضم يا مصرو أين المنادة؟ مصرو علامة البناء إيه؟ الضم نيجي يا أولاد ليه؟ نداء ما فيه قل يعني هنادي على حد بيبتل بالألف واللام بيقول لي يا أولاد عند نداء اسم عند نداء اسم فيه قل أعمل إيه؟ مثل الوالد الفتاة يا جزء عندي وجهين الأول إني أاجي قبل المناة أجيب قبل المنادة يعني قبل اللي أنا هنادي عليه أجيب لفظ أيها لو كان مذكر وأيتها لو كان مؤنس يبقى أول حاجة أول حاجة الوجه الأول إن أنا هاجيب هاجي قبل المنادة يعني أقول أداة النداء بعدها ما أقولش المنادة على طول أقول أيها لو كان المذكر أو أيتها لو كان المؤنس على حسب أن هنادي على إيه عند الوالد والفتاة ويصبح المنادة هو أي أو أيته والإسم المبدوء بأل بعدهما والاسم المبدوء بأل إيه بعدهما يعني اللي هو المنادة يعني أقول مثلاً يا أيها الولد يا أيتها الفتاة الفتاة أو الاسم اللي هو المقترم بالألف ولم جاء بعد أيها أو أيتها على حسب مذكر ولا مؤنث طيب بيقول لي المنادة اللي هو أي أو أيته والاسم المبدوء بأل بعدهما يعني الولد أو الفتاة ده مثلاً معانتش هعتبره منادة بقى أمال مني اللي هيبقى المنادة أي أو أيتها اللي إحنا نقولها أي أو أيتها يعني اللي هيجي بعد أداة النداء برضو هيكون هو المنادة طيب أمال الوالد والفتاة هعربهم إيه بقى اللي هم بتوع الألف واللام اللي أنا بنادي عليهم لو كانوا مشتقين هعربهم نعطي مرفوع يعني إزاي يا أولاد لو قال لي يا يعني الأول كلمة مشتق مشتق يعني زي كلمة الوالد مشتق يعني جاية من كلمة إيه الوالد الأصل فيها إيه ولداء الوول لمدال الوالد مشتق من كلمة ولداء اللي هو الفعل الماضي طيب دي يبقى داي الوالد هنا مشتق كلمة مشتقة جايبينها من كلمة تانية طيب الفتاة هنشتقها من إيه في حاجة اسمها فتاة لا هي الفتاة ده اسم ده جامد اسم جامد ليه مش مشتقها مش وخدة من كلمة تانية يبقى هو بيقول لي لو مشتق لو كان المقترم الإسم المقترم بالألف واللام اللي هيجي بعد أيها أو آياته إسم مشتق زي الوالد يبقى أنا هعربه نعت مرفوع طب وما كلمة زي الفتاة اللي هو كلمة جامدة ما مش مشتقة من حد هعربها نعت أو بدل مرفوع نقول الحتري تاني بنقول إن أنا لو عاوز أنادي على حد بيبتلي بالألف واللام أعمل إيه يجوز عندي وجهين الوجه الأول إني آجي بعد أداة النداء أستخدم لفظ أيها لو كان المذكر وأيتها أو أيتها لو كان المؤنث طب مين هنا هيبقى المنادي بقى هيبقى المنادي هي دي أيها أو أيته هم دول اللي هيبقوا المنادة طب ما للإسم المقترم بالألف واللام لا لو كان الإسم المقترم بالألف واللام مشتقي يعني جايبه من كلمة تانية يبقى هعربه إيه نعت مرفوع طب لو كان كلمة جامدة يعني مش متاخدة من حاجة هي الكلمة دي عارفينها على بعضها كده هنعريبها نعت أو بدل مرفوع نجل الأمثلة بقى يا أيها الولدو يا هنا إيه طبعا أداة نداء مبنية على السكون أيها أيه أيه الوحدة منادة منادة ماله مبنية على الضم في محل إيه نصب يبقى دا من المنادة المبنية ها منادة مبنية على الضم في محل نصب وها إيه زائدة للتنبيه زائدة يعني علشان أن أنبيه الشخص اللي بنادي عليه طيب الوالدو بقى اللي هي المقترنة بالإسم المقترن بالألف واللام طبعا الوالدو دا اسمه مشتق هعريب نعطي مرفوع بالضم ليه زي ما بيقول لنا كده لأنه اسمه مشتق نيجي بعد كده يا أيتها الفتاة طبعا يا هنا طبعا حرف نداء مبنية على السكون أياتها هيبقى أياته لوحدها هي الإيه منادة مبنية على إيه العالمة بتاعتها هي مبنية على الضم في محل نصب طيب ها نفس القصة اللي قلناها في الأول هذا إذا للتنبيه طبقى الفتاة علامة الرفع بتاعتها الضم نعطي مبنية على الضم أو عفوا نعطي مرفوع وممكن أقول بدل مرفوع وعلامة الرفع لايه الضم يبقى لأنها اسم جامد الاسم الجامد قلنا بيعرب نعطي مرفوع أو بدل مرفوع لكن لو كان مشتق زي الوالد هقول نعطي مرفوع بس دا الوجه الأول نيجي للوجه الثاني يا أولاد ناتي قبل المنادة باسم الإشارة المناسب يبقى الوجه الأول آجي بلفز أيها لو كان مذكر أو أياتها لما جا نادي على اسمي بيبتلي بالألف واللام قال للوجه الثاني إن أنا ممكن أستخدم اسم الإشارة ما أقولش أيها ولا أياتها أقول أستخدم اسم الإشارة المناسب يعني لو مذكر هقول يا هذا طب لو مؤنتها أقول يا هذه يبقى اسم إشارة مناسب ويصبح اسم الإشارة هو الإيه؟ هو المنادة طب الاسم المبدوء بيقال اللي هيجي بعديه يعريبه نعطي مرفوع سواء بقى مشتق ولا مش مشتق وقال ليعريبه مرفوع يا هذا الولد يا هنا إيه؟ أداة نداء مبنية على الضم حرف نداء مبنية على السكون يا الألف مبنية على السكون هذا هقول اسم إشارة مبنية على الضم في محل إيه؟ نصب ليه؟ لأنه منادى الوالد قلنا نعطي مرفوع بالضم طيب يا هذه الفتاة نفس الكلام يا حرف نداء مبنية على السكون هذه اسم إشارة مبنية على الإيه؟ ها؟ مبنية على الضم المقدر لأن أنا بقول هذه لا هيبقى مبنية على الضم بس المقدر في محل إيه؟ في محل نصب لأنه منادى الفتاة نعطي مرفوع بالضم هنا بقى يا أولاد بيقول لي حاجات يعني يعني زي ملاحظات كده بيقول لي أي وأيته إذا قصد بهما النداء فهما منادى نكرة مقصودة لو أصدت بيهم النداء هيكونوا منادى نكرة إيه؟ نكرة مقصودة يعني طبعا نكرة مقصودة زي ما قلنا بحدد نداء لحد معين مش لللي حواليه هنا كمان حاجة تانية بيقول لي عند نداء لفظ الجلالة لما باجى نادي على لفظ الجلالة بيجوز لي يا وجهين الوجه الأول إن بضع أداة النداء طبعا قبل لفظ الجلالة ويصبح الألف وفيه الله همذة قطع يعني لو دخلت أداة النداء قبل لفظ الجلالة همذة الهمذة اللي بتبتلي في أول أو الألف اللي في أول لفظ الجلالة هيبقى همذة قطع يعني هيبقى هعمل عليه همذة هيبقى يا الله طيب أما الوجه التاني بيقول لي إيه ده لما جا نادي على لفظ الجلالة أول حاجة إن أنا هضيف ألف هخلي الألف اللي في أول لفظ الجلالة هيبقى بهامزة قطعة الوجه التاني هاحذف أداة النداء هاحذفها أصلا وعوض عنها بميم مشددة في آخر لفظ الجلالة يبقى هعمل حاجتين الحاجة التانية قولنا تاني نقول تاني هاحذف أداة النداء ما ينفعش أقول يالله هم لا هاحذف أداة النداء وهعوض عنها بإيه بميم مشددة وإيه في آخر إيه لفظ الجلالة زي إيه اللهم اللهم أنا كده بنادي على ربنا عز وجل اللهم بس راحت فين أداة النداء حزفت وعوض عنها بإيه بالميم المشددة إذا قصد نداؤه فهو إيه علم مفرد لفظ الجلالة إذا قصد نداؤه فهو علم إيه مفرد يبقى تاني أي أو أيته لو قصد بهم النداء يبقى نداء منادة ناكرة مقصودة لفظ الجلالة لو قصد نداؤه فهو علم مفرد طيب نختبر نفسنا بالسؤال ده بيقول لي أعرب ما تحتوي خط فيما يلي قال تعالى يا أيها المدثر أيها هعربها إيه طبعا أي الوحدها هقول إيه منادة مبنية على الضم في محل نصب طيب والها زائدة للتنبيه المدثري طبعا مضاف إليه مجرور بالكسرة عفوا يا أولاد يا أيها المدثروا المدثروا قمنا اللي بييجي بعد أي أو أيها لو كان مشتق هنعربه إيه نعت مرفوع طيب لو كان جامد بنقول بنعربه إيه نعت مرفوع أو بدل مرفوع يا هذا الشاب أين بيقول لي هنا أعرب ما تحتوي خط يا هذا الشاب إعربها إيه بقى إعربها برافو نعت مرفوع بالضمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم إعربها إيه برافو منادة مبنية على الضم في محل نصب والميم المشددة إيه عوض عن مين عن أداة النداء المحذوفة وبكده يا أولاد أنا هنا درس المنادة وأشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم